اشتركوا في القناة ما زلنا في رحاب سورة المزمل ووصلنا إن شاء الله إلى ختام السورة ووصلنا إلى قول الله تعالى في قوله علم أن لم تحصوه فتاب عليكم وتكلمنا عن الإحصاء في الدرس الذي مضى واليوم نكمل إن شاء الله ما توقع من الآية الأخيرة في سورة المزمل في قوله فتاب عليكم وقلنا أنه ابتدأ الخطاب في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام في الإفراد ثم انتقل في قضية التوبة على الجمع وما في ذلك من إشارة إلى أنه إن كان هناك نقص فهو في عبادة من قام بذلك من الصحابة رضو الله تعالى عليهم حتى يستثني النبي عليه الصلاة والسلام من مشافهته بالنقص والتوبة على أمر النبي بلغ فيه الجهد وبذل فيه الوسع في أنه يستحصل أن يقارب ثلثي الليل في قيامه صلى الله عليه وسلم بكر بعض أهل التفسير قالوا ربما كان هذا الأمر متيسرا للنبي عليه الصلاة والسلام وغير متيسر لما استثنه القرآن أو لمن جعل القرآن مظنة المشقة في قيامهم في الليل كالمسافر والمجاهد والمريض لذلك قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان كما قال تعالى إن لك في النهار سبحا طويلة فكان النبي عليه الصلاة والسلام له المجال الأكبر في ذلك ومع ذلك وجه الخطاب إلى بصيغة الجمع وهذا من جميل تكريم الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن تحصوه فتاب عليكم أي أنه كما قال الرازي قال التوب هو الرجوع كأنه رجع الله سبحانه وتعالى من ثقل التكليف إلى تخفيفه عليكم في مسألة تاب عليكم وكأنه أخذ من اللفظة من اللغة في قوله فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن العلماء على قضية فاقرأوا ما تيسر من القرآن على قولين منهم من قال على أنه جعلت القراءة للقرآن بدل القيام قيام الليل وقالوا هذا هو الظاهر ولكن الجمهور وأكثر أهل التفسير وأهل العلم قالوا لا إنما المراد فاقرأوا ما تيسر من القرآن في الصلاة المرادة يعني المراد أنه الكلام عن الصلاة والدليل على هذا أنه الآية كانت تتحدث عن قضية قيام الليل ولكن يعبر عن القرآن بالصلاة والصلاة عن القرآن وهذا أمر تعرفه العرب في قضية يعني تعبير الجزء عن الكل وغير ذلك من الأمور التي كانت تستعملها العرب وتتعامل بها العرب ولذلك في قوله يعني فاقرأوا ما تيسر من القرآن قالوا إنما المراد فاقرأوا ما تيسر من القرآن في الصلاة واختلف أهل العلم في المقدار المطلوب في قراءة يعني قراءة القيام فمنهم من ذهب إلى أنه أن يقرأ خمس آيات ومنهم من ذهب إلى أنه أربعين آية والطبراني أيضا أورد حديث عن كعب أنه قال من قرأ مئة آية كان من القانتين ومن قرأ أكثر كان من المقنطرين وغير ذلك من الروايات الكثيرة التي تدور بين خمس آيات وخمسين آية ومئة آية ومئة وخمسين آية وألف آية وغير ذلك من الأقوال التي جاءت والصحيح أنه كما قال أهل العلم أنه يعني كالحنفية أخذوا ما تيسر من القرآن قالوا لا يلزم القارئ بأن يقرأ الكثير ولكن ورد عن السلف أنه كانوا يعني يقولون أنه يقرأ القرآن على قدر حلبناقة ومنهم من ذهب أيضا على أنه القضية القراءة إنما هي على ما تيسر فربما أنه عند الحنفية أقل شيء هي آية واحدة وهناك قول آخر أيضا ذكره ابن عربي المالكي عن الحنفية قال أنه ثلاث آيات على قدر أقل سورة في القرآن قال فقرأوا ما تيسر من القرآن والقراءة على معنى الجمع كما ذكرنا سابقا قال ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله قال أهل التفسير لما كان المرض والسفر والتجارة والبحث عن الرزق والجهاد في سبيل الله هذه كلها يعني فيها مظنة المشقة فجاء التخفيف لأجل هذا فالله سبحانه وتعالى يعني بيّن حكمة التخفيف في ذلك لمظنة المشقة التي تحصل لهؤلاء قال علم أن سيكون منكم مرضى المريض ربما يعني يصعب عليه القيام لانشغاله بحاله ونحن سبقا قلنا أنه هناك فرق بين المرض وبين السقم حيث أن سيدنا إبراهيم قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم وهنا ذكر المرض قالوا أنه المرض غير السقم كما ذكر كثير من أهل العلم قال وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض الضرب هو إيقاع الشيء على الشيء ويختلف باستعمال لفظة الضرب فعندما يقول ضرب على الناي مثلا أي نفخ فيه وضرب على الدف إذا نقره وضرب الأرض إذا سار عليها وضرب الباب إذا طرقه فالضرب قد يستعمل كما قال فضربنا على آذانهم فهذا أيضا يأتي على معنى من معاني الضرب لذلك عندما قال وآخرون يضربون في الأرض إنما أراد ما يكون من حال التاجر الذي يبحث عن رزقه وهذه مسألة البحث عن الرزق فقد وردت كثير من الروايات عن السلف حتى عن ابن عمر كما ورد أنه يقول لا أحب أن ألقى الله بعد الجهاد إلا أن أقبض وأنا بين جبلين أبتغي من فضل الله أبتغي رزقا من الله سبحانه وتعالى هذه يضربون في الأرض يسافرون لابتغاء فضل الله ولذلك الذي يخرج يعول أهله ويعول نفسه ويعول أمه أو أباه فكأنه كالمجاهد في سبيل الله ولذلك قال كثير من أهل التفسير قالوا إن الله قرن بين التاجر الذي يذهب ويبحث عن الرزق لأهله ولعياله ليكف نفسه ويكف عياله عن السؤال فهو يقارن بالجهاد في سبيل الله وهذا من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى حتى ورد أنه عند بعض من ذكر من أهل التفسير قالوا أنه هناك بعض السلف وأذكرها الإمام القرطبي قال بعض السلف أرسل مولا له وعطاه مال وكان في واسط وقال له خذ هذه التجارة وذهب بها إلى البصرة وبعها حيثما وصلت عندما تصل بيع هذه التجارة قال فوصل هناك فأشار له التجار على أنه في السوق مجال للزيادة لو يؤخر ذلك جمعة قال فأخر بيع البضاعة أسبوع فربحت ضعف ما يعني جاء به من البيع قال فكتب إلى سيده يقول له أنه أنا أخرت البضاعة وبعتها بربح زيادة يقول فغضب عليه قال إنما كنا نرتجي فضل الله سبحانه وتعالى فيما يسر لنا من رزق أما أنك أخرتها فإذا وصلك كتابي هذا فتصدق بجميع المال على أهل البصرة عسى أن أنجوا من الاحتكار وأخرجوا من الدنيا لا لي ولا علي في هذه الجزئية فلاحظوا كم كانوا ينظرون إلى قضية النعوم البحث عن الدرهم الحلال وعن رزق الحلال أمر كان مطلوب وما زال مطلوبا عند المسلم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل من يضيع أهله ويضيع من يعول هذه من الجرائم العظيمة ومن الأخطار الكبيرة التي يقع فيها كثير من الناس بحجة التفرغ للعبادة ويترك أهله في حاجة ويترك أولاده في حاجة وهذا كله مخالف لما أمرنا الله سبحانه وتعالى به حتى أن الصحابة يوم عندما رأوا شابا خرج فيهم ما يحمل معه مسحاته ويحمل معه أدوات الحراثة فقال بعض شباب الصحابة قالوا تمنينا أن يكون ذلك في سبيل الله فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم مفهوم في سبيل الله ليس مجرد الجهاد في سبيل الله وليس فقط طلب العلم هو في سبيل الله بل جعل الساعي ليحصل على القوت الحلال لأهله ولبيته فهو في سبيل الله وهذه من عظمة هذا الدين العظيم حيث جعل مجال الشهادة للمسلمين وجعل مجال الخير والأجر العظيم لهم حتى من خرج ليقتات لأهله ولبيته فهو في سبيل الله وكما ورد حتى عن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول يعني الدرهم الحلال أصعب عندي من نقل جبل من مكاني إلى مكان الحصول على الدرهم الحلال في وقت يعني ضاق فيه الحلال وقل فيه الحلال هذا أمر صعب جدا ولذلك الذي يسعى ويبحث عن الحلال هذا أمر يعني يحسب له وأمر يكون يعني في عظيم الأجر عندما يسعى ويبحث عن استحصال الدرهم الحلال لأهله قال وآخرون يضربون في الأرض والأرض كما قلنا جاءت بمعاني عديدة وهنا المراد بها يعني شتى الأرض يضرب في الأرض سفرا يبحث في كل مكان عن ما قدر الله سبحانه وتعالى له من رزق ولذلك كما قلنا الخروج من البلد للبحث عن الرزق وهذا أمر كانت تعرفه مكة من خلال رحلة الشتاء والصيف وأكثر يعني المفسرين ربما لا يذكرون الرحلات الأربعة التي ذكرها الإمام النقاش الموصلي قال كانت لقريش أربع رحلات في الصيف وفي الشتاء كان يذهبون إلى الشام وإلى اليمن وإلى الكوفة وإلى الحبشة هذه أطراف الأرض الأربعة كانوا يذهبون إليها وأطراف الجزيرة بالأحرى الأربعة كانوا يذهبون إليها في ابتغاء الرزق قال يبتغون أن يطلبون من فضل الله يطلبون من فضل الله لأنه حقيقة حركة الإنسان ليست هي مقدار ومعيار على قدر ما يأخذ من الرزق فقد يتحرك كثيرا ويكون الرزق قليل وقد يتحرك قليلا ويكون الرزق كثير لذلك ذكر الإمام الكفوي في كتابه الكليات قال بعض أهل العلم العمل الكثير ربما يزيد المال ولا يزيد الرزق وقلة الحركة تنقص المال ولا تنقص الرزق لأن الرزق أمر ثابت أما المال نعم ربما تصبح هناك زيادة نتيجة الحركة نتيجة العمل لكن الرزق هو واحد قال يبتغون من فضل الله وآخرون ولاحظ هذا العطف كيف عطف الذين يعني يتاجرون ويسافرون لأجل التجارة يبتغون من فضل الله مع الآخرين الذين يقاتلون في سبيل الله قال وآخرون يقاتلون في سبيل الله قضية يقاتلون في سبيل الله هذه يعني فيها إشارة إلى موضوع الجهاد ونحن قلنا الإشكالية في قضية يعني الجهاد وقضية الآية التي بعدها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الصلاة لم تفرض أول الأمر والدليل على أن الآية السورة سورة المزمل من أوائل ما نزل والزكاة أيضا يعني فرضت بالمدينة فتكلم العلماء عن قضية والجهاد أيضا لم يعني لم يكن حاصلا في مكة وهذا كله معلوم ولذلك كما قلنا يعني ذهب البعض على أن الآية هذه مدنية ليخرج من هذا الخلاف ومنه من قال قد يعني ينزل الحكم ويكون العمل به مؤخرا وقد كذلك أيضا ذكروا على أنه فرض الزكاة نزل ولكن مقادير الزكاة فرضت في المدينة من باب التوفيق والجمع بين الدليلين نعم وإقامة الصلاة قال أن الصلاة كانت موجودة لا يعقل لنبي أو أي نبي أن يكون يعني نبيا ولا يصلي حتى تفرض عليه الصلاة ربما في قضية الفرض فرض الصلاة أنه تفرض من حيث الوجوب أما النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كان يصلي وكان أصحابه أيضا رضو الله تعالى عليهم يصلون معه وقد ورد في السير كثير من الأحداث التي وقعت بين المسلمين وبين كفار قريش بأنهم وجدون في بعض شعاب مكة يصلون وحصل بينهم ما حصل إذن هذا يدل على أن الصلاة كانت موجودة لكن لم تكن مفروضة على الصلوات الخمس ولم تكن يعني قد ضبطت كما جاء في حديث المعراج حيث جاء جبريل وأما بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظور وبقيت الصلوات وحدد له المواقيت وبين له المقادير إذن هذا كله ربما يكون فيما بعد كما قلنا بعد يعني هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال وآخرون يقاتلون في سبيل الله وهو الجهاد كما قلنا فاقرأوا ما تيسر منه هنا فاقرأوا ما تيسر منه قال الإمام الطبري قال ومنه الضمير تعود على القرآن اقرأوا ما تيسر من القرآن في الصلاة كأنه هذا المعنى المراد اقرأوا ما تيسر من القرآن في الصلاة نعم ولذلك توقف العلماء على قضية ماذا يقرأ وما هي القراءة المجزية لأن يصلي الرجل صلاة صحيحة الحنفية ذهبوا على أنه قراءة أي آية من القرآن أي شيء من القرآن يجزئ في الصلاة واستدلوا بقول الله تعالى فقرأ ما تهسر منه ولم يعني يحدد القرآن بسورة الفاتحة القراءة ولذلك تصح الصلاة عندهم بهذا وكذلك استدلوا بحديث صلاته الذي صلى ثم قال للنبي ارجع افعل كذا افعل كذا كذا ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ الفاتحة فقالوا أنه هذا دليل أيضا على أنه الفاتحة ليست واجبة في الصلاة وهذا كما قلنا هذا دليل الحنفية أما المالكية وشافعية فمالكية رأوا أنه الصلاة كما يذكروا من العرب المالكي أنه الفاتحة لا بد منها ويعني استدلوا بأحاديث كثيرة في قضية أنه يعني لا تزئ الصلاة إلا بأم الكتاب لا صلاة لأنه يقرأ بفاتحة الكتاب أحاديث كثيرة وردت في ذلك فاستدلوا على أن الصلاة تبطل إذا لم تقرأ فيها الفاتحة ثم قضية تكرار ما يقرأ في الصلاة لأن النبي ماذا قال العرابي قال وافعل ذلك في كل مرة أي أنه في كل ركعة افعل ذلك فدل على أنه الصلاة تكرر القراءة تكرر بالفاتحة أو بغير الفاتحة على الخلاف بين حنفية والمالكية والشافعية كما قلنا قال فاقرأ ما تيسر منه وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة المراد من ذلك ليست فقط الأداء لأن الله سبحانه وتعالى مرة قال الذين هم على صلاوتهم يحافظون ومرة قال صلاتهم دائمون ومرة قال في صلاتهم خاشعون إذن إقامة الصلاة هي المحافظة على هذه على الدوام والخشوع والمداومة هذه كلها بمعنى إقامة الصلاة قال وأقيم الصلاة وآت الزكاة وإتاء الزكاة كما قلنا على من قال على أنه أريد بذلك الصدقة من قال أن الآية هنا مكية قال أنه أريد بها الصدقة لأنه كلمة هنا وآت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا على من قال أنه هذه في الصدقة ومنهم من قال كما قلنا أن الزكاة فرضت لكن المقادير لم تحدد نعم قال وأقرض الله قرضا حسنا القرض هو القطع مع المجاوزة كما ذكر بعض أهل التفسير ولذلك تسمى القوارض على اعتبار أنها تقطع شيء ثم تتركه وتتجاوز إلى غيره ومنه سمي القرض قرضا على اعتبار أنه مال تقطعه منك يعني ثم تتركه إلى شخص فهذا يسمى قرضا ولكن القرض فيه معنى أنه على معنى الاسترداد أنه يرد إليك ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما طلب من العباد الصدقة وطلب منهم أن يتصدقوا جعل ذلك قرضا أي أن الله كما قال وما أنفقت من شيء فهو يخلفه فهو وعد على أنه يخلف ما أنفقه العبد في سبيل الله لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يمن عليه أحد فمن تصدق بشيء فإن الله سيجازه بعشرة أضعافه أمثالية وربما إلى سبعمائة ضعف ويضاعف الله لمن يشاء ثم قال وما تقدموا لأنفسكم من خير ما تقدموا لأنفسكم من خير على مسألة مهمة جدا أن الإنسان لا يؤخر ما يريد أن يتصدق به حتى إضاع حضرته الوفاة قال هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لأن الله سبحانه وتعالى قسم المال يرجع المال إلى صاحبه الأصلي لأن مال الله الذي آتاكم وأنفقه من مال الله الذي آتاكم فالمال لله ولكن آتاك المال أنت فأنت مجرد وكيل وتنتهي الوكالة بموتك ويرجع المال إلى كما قال ونحن خير الوارثين يرجع إلى المالك الحقيقي الذي يرث الأرض ومن عليها لذلك قالوا ما تقدموا لأنفسكم من خير أي أنه العبد كل ما قدم وقد ذكر كثير من السلف هذه الإشارات فقالوا أنه ما يقدمه الإنسان ما يتصدق به وما يؤخره ما يتركه للورثة ولذلك حتى ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري قال أيكم ماله أحب إليه من مال مورثه يعني أيما أحب فبين له من النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قالوا أكيد يا رسول الله طبعا الأمر معروف أنه المال عندما يكون عندك أولى وأفضل من عندما يكون عند مورثك فقالوا الأمر أنه معروف أنه المال الذي يكون بين أيدينا فقال كأنه النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمهم أمرا عظيما أنه طالما أنت بيدك المال فتصدق به وإلا سيكون المال لوارثك ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول في المال شركاء ثلاث أنت والوارث والقدر فالقدر لا يستأذنك أن يذهب بخيرها وشرها والوارث ينتظرك أن تضع رأسك ويستاقها وأنت ذميم وأنت الشريك الثالث معهم في هذا المال قالوا وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير ما تقدم لأنفسكم من خير ما تتصدقون به وتقدمونه لأنفسكم من خير تجدوه عند الله قالوا إما تجدوه في الدنيا بأن الله سبحانه وتعالى يخلف عليكم أو تجدوه عند الله كما قال إن الله يعني يأخذ بصدقة المتصدق كما ورد في الحديث إن الله يعني يأخذ بصدقة المتصدق فيربيها له حتى تكون كجبل أحد فيجد عند الله خيرا أي خيرا عظيما أو خير مما قدم في الدنيا وفي قراءة خير أيضا جاءت وأعظم أجر أي أنه أكد ما أنه الخير بالأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى حتى أنه ذكر ابن عبدالبر عن علي رضي الله تعالى عنه وأوردها عن عمر أيضا أنه مر عمر رضي الله تعالى عنه وإن كانت الناس يعرفون ذلك تلك الرواية عن علي رضي الله تعالى عنه أكثر أنه مر على مقبرة فقال أنبئكم بما عندنا نساؤكم تزوجن ودوركم سكنت وأموالكم قسمت وغير ذلك من الأمور التي يعني وردت أيضا كما قلنا الرواية عن سيدنا علي ثم قال ابن عبدالبر قال وما ورد عن علي وعن عمر إنما هو من باب العظة عظت الناس بأنه ما تركتموه سيذهب إلى غيركم ولذلك الإنسان كلما استطاع أن يجعل ذلك أمامه ويجعل ذلك المال أمامه في الآخرة لا شك أنه سيكون في خير عظيم قال وأعظم أجرى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أي استغفروا الله كما قالوا بأسحارهم يستغفرون واستغفروا الله على ما يقع من نقص لأن هذا التخفيف من الله سبحانه وتعالى منة منه عليكم وأنتم استغفروا الله لأن الإنسان لا يخلو من نقص ولا يخلو من عجز في ذلك إن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى غفور لمن عصاه رحيم بعباده المؤمنين إن تابوا وإن رجعوا إليه الآية هذه يعني حقيقة أنا اختصرت في كثير من الإشارات لضيق الوقت وكذلك يعني نجمل ما قلناه بالآتي هل أن قيام الليل بقي ثابتا في حق الأمة أم لا إن شافعية يعني يقولون أنه قيام الليل نسخ في حق الأمة وفي حق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مدى بالحسن البصري أنه بقي ولو القليل منه يعني العبد يقوم الليل وهذا كان شعار الصالحين من قبل ومنهم قال إنما نسخ المقدار وبقي القيام يعني قيام الليل بقي لكن قضية النصف والثلث والربع هذه التي نسخت ويعني لم يبقى منها شيء إنما تركت لتقدير القارئ الذي يقرأ ليلا ومنهم قال على أنه وهذا قول أكثر أهل الألم قالوا أن قيام الليل كفرضية نسخ في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق الأمة أيضا نسخ بالتقليل أولا ثم نسخ بالصلوات الخمس ومنهم قال أنه استدل بذلك أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال قال نافلة لك في قضية قيام الليل وتهجد به نافلة لك قالوا هذه نافلة لك أي أنه ليس فرضا عليك ومنهم قال على أنه فرض القيام بقي على النبي عليه الصلاة والسلام وتركت للنبي عليه الصلاة والسلام حرية اختيار القراءة وامتداد الوقت في ذلك وبقي لأفاضل هذه الأمة الذين يقومون الليل ولا شك أن كما قلنا قيام الليل من شعار الصالحين نكتفي بهذا القدر إن شاء الله على أن نبدأ إن شاء الله في سورة المدثر إذا قدر الله لنا ذلك إلى حين ذلك الموعد نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته